حضرت منظمة الصحة العالمية من أن النزوح الجماعية في قطاع غزة له تأثيرات صحية خطيرة أشارت المنظمة الدولية أن الاكتضار ونقص المأوى المناسب بالإضافة إلى سوء حالة المياه والصرف الصحي والنظافة يؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية الفتاكة عربت الصحة العالمي عن قلقها البالغ إذا احتمالت تفشي الأمراض المعدية في غزة بما في ذلك شلل الأطفال طالبت مجددا بإنشاء ممرات إجلاء طبي متعددة خارج غزة لضمان المرور الآمن للمرضى عبر جميع الطرق الممكنة خاصة أولئك الذين يتعذروا علاجهم داخل قطاع غزة